هذا وأبرزت ظهور مجالة الجيش في افتتاحيتها للشهر ففري 2015 أن ضمان أمن الجزائر واستقرار المنطقة يعتمد على تأمين الخدود مع دول الجوار بنشر وحدات عسكرية بهذه المناطق ومن خلال نشاط ديبلوماسي يعتمد على الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنزعة وجاء في هذه الافتتاحية أن ضمان أمن الجزائر واستقرار المنطقة كلها وتجنب المخاطر والتهديدات يعتمد على نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل لتأمين الحدود بالإضافة إلى الاعتماد على ديبلوماسية الوساطة التي انتهجتها الجزائر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنزعة وتحقيق المصالحة الوطنية بهذه الدولة